عايزة تفاهميني يا مدام فتحية ان كل العيال اللي عندك دول ماشاء الله طبعا ولسه عايزة تخليفي تاني بسراحة يا دكتور انا مش عارفة اقولك ايه والله لا قوليه للصراحة انا محتاجة اعرف بصراحة هو ده كان قراري من الاول وكمان مش عايزة اجدب عليكي بقى انا كمان اللي زنتي عن انا في اخوة بس انت متعلمة وفهمني ده غلط ما انا عارفة ان انا متعلمة ومتهببة وفهمني ده غلط بس هو انا بصراحة ازن على قدال امر من السحر انا بقى عندي اهلي واخواتي هاتة تجبطة تكفودني يا بيت تخليفي العيال يا بيت تربطي بالعيال يا بيت العيال مش عارف يبصي حوالينا بسول حد ما ادب بيستعمل ايه طبعا سلام وفين عيالك بقى ده الوقت العيال بقى سايبهم مع الحجة لحد مركبة والله انت صعبان علي بس اقولك انت اللي عملت في نفسك كده يا ستي خلاص ما انا عارفة ان هي غلطتي وخلاص ما انا جايالي كده بقى هو عشان ابطل اخلف تاني حلها لي بقى طيب خلاص خلاص كده يعني مش هتخليفي تاني لا خلاص خلاص لا مش خلاص خلاص قوي كده خلاص يعني هم مثلا ايه يعني ست شهور سنة اه سنة بالكتير كده اريح بس كده وبعتين بقى يبقي حلها حلات يا جماعة هو احنا بنرغي في ايه انت لسه برضو عايزة تخليفي تاني بسلاح يا دكتور انا مش هكذب عليكي هو انا اه عندي اختة عيالي بس يا بيتي يا زهرة البصة في وشهم كعيني كنتي بصة في الجنة اما بقى تعبارة كده ومتدايقة العيال حنينة برضو طيبة وعزبة بس بقى اجي بالليه لحيس ان انا مش قدرسني الطولي بقعد ادعي على شاكر بقولك يا حبيبتي تبتمليش حاجة غلط وانت معليكيش واحد ولا اتنين ده انت عندك ارتة لا 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 فيها يا زهرة ما تصلى على النبي كده ولا حد يقولي الحد فوشه كده ابعيدة اذا انا احسدك ولا ايه فاتحية لا يا سادي مش هتحسديني ولا حاجة يعني بس يعني ما يصحش كده بص يا عمات انا الدكتورة قدامك شوف انت عايز تعمل ايه اذا كنت عايزة تخليفي تاني وتعايزة بمولي اللي صوت تاني ولا لا بص يا دكتورة انا خلاص انا اخدته قرار اناني انا عايزة اريح سنة وبعدين اخلف تاني فعايزك انت بقى تديلي حاجة توقف الايه ان انا ابقى حامل ايه بس لازم جوزك يعرف لا جوزي يعرف ايه لانت بتقوليه ده ما يصحش ما ينفعش جوزي يعرف ازاي يعني عايزة تاخدي حاجة لمنع الحمل حتى لو هو مش عايزة وايه مشانة لما ابقى عايزة ابقى حامل تاني اوقف الهباب ده حابقى حامل اه طبعا طب خلاص المدوس على ايه مريم فيش جراش اي حاجة في الدنيا الدهالي بقى الله يسترك مش بس بصي في حالتك دي انا مش هقدر اكتبلك على حبوب طبعا بجرم العيال اللي عندك ده مش الله يعني طبعا طبعا انت هتنسي نفسك ده انت مش بعيد تنسي اسمك كمان مش هتنسي الحبوب طيب هكتبلك الدواء ده وهنتبع مع بعض الفترة الجاية شكرا يا دكتور لا يسترك يا رب لا يسترك ويرزايك بقركة عيال انت كمان اه شكرا يا شكرا فيها يا أستاذة جمهورية قطعت خلوتي كده على طول فيه ايه؟ جزبنتي معذبني ماهلو عملك ايه جزبنتك ده؟ مش عايز البيت تخلي فوت تاني؟ علا ما الوقت يتمي ست سنين اها بيتواهبا ده العال بتجي في رزقهم قال ايه عشان يشبه حبه وحناني؟ وهي تقولي عشان اهتم بيه؟ بلا واكسة ده انا جبتهم ستة زي الفن يا دعا بقولك يا يا مدام جمهورية طلق البيت اسمعي كلاني الراجل ده مايتأمنلوش اللي مرداش يجيب عيال واحد ورا واحد ورا واحد مايتأمنلوش محللش اشاكر في اللي اقولولك دلوقتي مالك لونك حزيني كده يا أستاذ كمال في ايه؟ انت عارف ان انا ليه عندي خمسمائة جنيه بقى لهم شهرين؟ عارف ومعترف بيهم ايه المشكلة يعني؟ المدارس على أبوال بالوعيل محتاجين الفلوس بس انا سمعت يا أستاذ كمال ان هم هيجلوا الميلاد بصراحة انا بازنوق يريدت اتصرفلي فيهم حضر يا أستاذ كمال ده حق والحق واجد اديني ومين كده وأتصرفلك فيهم ناشا اخويا أستاذ شاكر فولة بس كان عايز حسابه كده او ايه اللي عملك كده داخل هاجم عليها في ايه؟ فولة بس كان عايز حسابه وحساب فولة ده وصل كل دلوقتي والله أستاذ شاكر طب من اول الشهر انت عملتك للحساب يعني كده 600 ده غير طبعا بقى المياه والمشارب والقهوة من عندي والشاباسي خلت خلت عاملين ربعومية بغير بقى المشاورين اعمال قد دهالك رايح جاي من ساعة معتعرفتك تقريبا يعني كام يعني كام يا ولعا يعني في سكة 1200 جنيه قفلوا واحد ونص ومشين 1200 جنيه بفول يا نهر ابيا 1200 جنيه فول اعمل ايه طيب بل حساب كده ماشي ماشي يا ولعا اوعى تكون بتسرقن يا ولعا لا لا ما اقدرش ازاي ده الامان الامان والله قوله بس يا أستاذ شاكر بيقولك يومين وهتدوم لك 1250 ماشي حصل ماشي ولعا ايه اوعى تكون بتسرق يا ولعا امان او الله ماشي يا ولعا ما عليكم عليكم اخويا اهلا اهلا شاكر بيه اهلا يا أستاذ صبح ايش ياكا الحلوة دي لا دي البدلة دي مش بتاعتي لانا صريفها بس عشان عندي مناسبة شحدت وجبتها لسه برضو مش ناوت سد اللي عليك على فكرة انت صعبان علي قوي انا مش عارف اغسل من مرتبك ولا اغسل من حوافزك مش عارف اعمل ايه على فكرة انا مش عايز اديك موريات عارف ليه عشان متأكد انك مش قدام خلاص يا زل صبح كفاعة تعطين فيها خلاص وانا نايس اديني يومين يومين وهتصرف لك في الفلوس اه يومين خلاص اتمنى وانا كمان اتمنى انا مالها طبلت عليك اول كده يا شاكر في ايه يمكن البدلة وشتاها وعيش عليك مش هلبسها تاني ولا يمكن قبل النجلة لا انا عرفت ببركاتك يا فتحة